أهلا وسهلا بكم مجددا أحبة طلاب الصف الثامن في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع خلال هذه الحصة وإثماء الكتابة سوف يعرض أمام الطلاب نموذج مقترح لمقالة مقارنة بين فني التقرير والمقالة وحول موضوع التنمر الذي بدأ الطلاب بالكتابة حوله سوف يبدأ الطلاب بالمقدمة بعد أن يتعرف الطلاب إلى المقدمة وما يحدث فيها سوف يبدأ الطالب بالحديث عن فن التقرير أهم ما يميز فن التقرير وسوف يتبع تعليمات المهمة المطلوبة من هو بعد ذلك ينتقل لفن المقال سوف يتحدث عن الميزات، الخصائص، الفروقات والموضوع بشكل عام بعد أن يتعرف الطالب إلى الفرق بين فن التقرير وفن المقال عليه أن يقوم بأداء المهمة التكوينية الأولى للمقارنة والمقابلة بين فن التقرير وفن المقال في المهمة التدريبية الأولى للمقارنة بين فن التقرير وفن المقال يقرأ الطالب النصين المعبودين أمامهم ثم يقوم بالمقارنة بينهما من حيث العنوان والفكرة واللغة والبناء والاتصال بعبارة البحث على سبيل المثال سوف يعرض أمام الطالب نص مقال يتحدث عن التنمر ولا بد أن يتذكر الطالب أن فن المقال هو ما يحوي على مقدمة وعرض وخاتمة وبالعادة يكون متسلسل منظم في الأفكار لكنه لا يحتوي على نسب وإحصائيات ونثوم وععداد كما يحتوي التقرير بالنسبة لفن التقرير فن التقرير سوف يعرض كذلك تقريرا عن نفس الموضوع ألا وهو التنمر أمام الطلاب على الطالب أن يعي أن هناك فروقات فردية بين فن التقرير وفن المقال عند قراءة كل نص من النصوص سوف يأخذ هذا الموضوع أكثر من حصة للتعرف أكثر على طريقة كتابة مقارنة ومقابلة بين فن التقرير وفن المقال بناء على ذلك سوف يبدأ في الكتابة عليه البدء بمقدمة هذه المقدمة يجب أن تكون بادئة لفقرة المقارنة والمقابلة تكون كتمهيد أولي بعد ذلك يبدأ بالحديث عن فن التقرير وعن فكرة فن التقرير وأهم ما يميز فن التقرير وبعض الأمور الخاصة في فن التقرير بعد ذلك عليه الانتقال إلى المقال الذي أيضا يعد فن من الفن من الفن الأدبية النثرية الذي يتناول موضوعا وفي هذا المقال يجب أن يركز الطالب ما الموضوع الذي يتناول هذا المقال ويناقش هذه القضية لذا يعد هذا مقالا اجتماعيا أو عاديا أو غير ذلك بناء على ذلك عليه أن ينهي هذه المقارنة والمقابلة بعد الحديث عن اللغة وعن القواصم المشتركة وعن لغة النصين وعن كل ذلك عليه أن ينهي هذا المقال في خاتمة بسيطة تحقق وترتبط بجملة البحث والاستقصاء وتوضح الهدف من كتابة فن التقرير وكتابة فن المقال وهكذا أحبة الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى أسبوعا سعيدا وموثقا جدا أتمناه لكم أدرسوا جيدا حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة